بسم الله الرحمن الرحيم معاكم المهندسة سماح عبد الفتاح والنهاردة بنكمل اخر ورقتين في المنهج كل سنة طيبين وطبعا انا منزلاهم متاخرين امتحان ستاينس عادة بس هو اصلا الدرس ده ملغي السنة دي 2016 بس انا منزلاه عشان في السنين الجاي احتمال ما يكونش ملغي ويعني اأمل ان انتوا تكونوا حالته كويس من شاء الله تجيبوا الفول مار ودايما في نهاية كل حلقة ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان ده بشجعنا اكتر لنزل لكم حلقات اكتر احنا بنتكلم في المعاصر في بيج 128 بنكمل تلووس التربة رابع حاجة او اخر حاجة سويل سلينتي معناها ملوحة التربة سويل سلينتي يعني ايه؟ معناها ملوحة التربة يعني التربة فيها املاح زيادة طب الاملاح الزيادة دي عايزين نعرف بتيجي منين؟ فهو قال للفاكتورز دات انكريز السويل سلينتي ايه العوامل اللي بتزود ملوحة التربة؟ الفاكتور دات انكريز سويل سلينتي number one increasing periods between the irrigation times irrigation time يعني ايه؟ وقت الري يعني طبعا الفلاح بيروي الارض طبعا الارضة تاخد المية اللي محتاجاها وبقية المية بتروح للصرف وتاخد معاها الاملاح الزيادة فلما الفلاح بيزود او الفترات بين الري يعني مش بيروي بانتظام ده بيزود السويل سلينتي okay irrigation times يعني مرات الري عدد مرات الري irrigation times عدد مرات الري ايه تاني number one increasing periods between the irrigation times ما زود الوقت بين عدد مرات الري ده بيزود للملوحة okay number two rising the level of ground water رفع مستوى مياه ground water يعني ايه؟ المياه الجوفية okay مياه الجوفية عارفيني انه جاية من بطن الارض okay اه فيها كتير من الاملاح المعدنية okay ايه بقى الضرر بتاع السويل سلينتي it causes loss of the activated plants and affect plant growth بتأثر في حاجتين اول حاجة بتخسرنا النباتات اللي موجودة وبتأثر على نمو النباتات الجديدة بنخسر النباتات الموجودة بالفعل وبتأثر على نمو النباتات الجديدة يبقى الصويل سلينتي it's harms it causes loss of the activated أو cultivated plants loss of the cultivated plants خسارة النباتات المزروعة loss of the cultivated plants and affects plant growth affect plant growth بتأثر على نمو النباتات okay وهنا فيه اكتيفيتي انه هو جابتوا بوت وحط سويل اه في بوت بي وحط سويل في بوت ايه وحط ايه اه table salt حط ملح طعم حط ايه amount او large amount of table salt okay وحط bean seed هنا وحط bean seed هنا وسقاهم طبعا وبعدين لقى ايه لقى ان البوت اللي ما فيهاش salt bean seed حصل لها ايه growing damn it لكن البوت ايه اللي هي فيها salt okay bean seed doesn't grow at all okay اه هو ايه اللي هنا الكونكلوجن increasing soil salinity prevents plant grow زيادة ملوحة الطربة بتمنع نمو النبات increasing soil salinity prevents plant growth okay اه page 129 ways to protect soil from pollution يعني الطرق لحماية الطربة من التلاوس ways to protect soil from pollution okay number one okay number one rationalizing the use of chemical pesticides and depending mainly on the natural animals of insects that feed on the agriculture bests okay يعني ايه rationalizing يعني ايه تحديد نسبة او تقنين يعني بتدي معنا ايه ترشيد okay ترشيد اللي استهلاك يعني انا ممكن استخدم chemical pesticides ولكن بنسبة قليلة جدا okay يبقى rationalizing the use of chemical pesticides طب هنعمل ايه لو ما استخدمناش chemical pesticides هنعمل ايه depending mainly on the natural animals of insects الاعتماد بشكل رئيسي على الاعداء الطبيعيين للحشرات depending mainly on the natural animals of insects هنعمل ايه الاعداء الطبيعيين للحشرات يعني ايه يعني مثلا ابو اردان تسمعوا على الطائر ده اللي هو ليمون ار كبير واسمه ابو اردان وبيسموه صديق الفلاح ليه صديق الفلاح لانه هو بينزل على الارض الزراعية ويفضل يأكل الحشرات والديدان الضرة والحاجات دي بينقي كل الحاجات الضرة من التربة فكده مش هيحتاج لchemical pesticides فده اللي اسمه ايه natural animals that's feed on the agricultural pests اللي بتتغذى على حشرات الزراعية او حشرات الارض الزراعية وعملها بلون مختلف يعني ممكن تيجي في ال complete feed on the agricultural pests طيب number two rationalizing the use of chemical fertilizers and using the natural fertilizers طيب برضو ترشيد استخدام ال chemical fertilizers هي مش عشان مخصبات يعني فحط منها كتير لا اي حاجة chemical هي ضرة فاييه rationalizing the use of chemical fertilizers and using natural fertilizers المخصبات الطبيعية كي زي روس الحيوانات والحاجات دي دي اسمه ايه natural fertilizers كي يعني واضح ان انا كده بجيب كل حاجة تعمل بليوشن للتربة وايه اعالجها مش احنا قلنا الاول الchemical pesticides وقلنا الحل بتاع قلنا الchemical fertilizers وقلنا الحل بتاع كي number three improving the drainage of the agricultural lands كي تحسين drainage احنا قلنا drainage يعني التخلص من المية improving the drainage okay بحسن طرق التخلص من المياه الزيادة او الصرف بتاع التربة بمعنى صحيح اما الصرف بتاع التربة اما التخلص من المياه الزيادة improving the drainage of the agricultural lands okay وهنا طبعا حطيتلي صورة لكل ايه حاجة انا بتكلم عنها okay number four using the technological investment in the treatment of waste water before disposing it in lakes and rivers كي احنا قلنا عندي من الملوثات industrial industrial المخلّفات الصناعية اللي هي المصانع بتصبها في الordable city المخلّفات المصانع priority وكده كده حيخرج يعني لو عندي مصنع موجود كده كده يخرج الويسته بتاعته يبقى ضروري اعمل ايه technological investment in the treatment of waste water بعمل استثمارات او معالجة حديثة لل waste water المخلفات المائية يعني هنا عندي factors وهو مثلا على ال river فاعمل ايه لازم اعمل اعمل technological investment in the treatment of waste water هعمل يعني استثمارات تكنولوجية لمعالجة waste water before disposing it in lakes and river قبل ما تخلص منها في lakes والriver في البحيرات والانهار اعمل لها ايه treatment معالجة يعني بدل ما خرج waste كده بكل ضررها وتأزي ال soil او agricultural lands اعمل لها ايه treatment بعمل لها ايه treatment معالجة treatment of waste water معالجة للمخلفات المائية treatment of waste water before disposing it in lakes and river number five عندي ايه number five عندي ايه establishing factories far from the agricultural areas ايه ايه في number four قلت لو لو الفاكتوري موجود اريدي فا ايه اعمل treatment للايه waste water اوكي لكن بقى الاحسن ايه اننا establishing factories far from agricultural areas اننا انشئ المصانع بعيد اصلا عن الارض الزراعية اكي يعني بالنسبة للمصانع الجديدة انشئها بعيدة عن الاراضي الزراعية establishing factories far from the agricultural areas ايه number six treatment of the industrial waste by following the technological method نفس الحكاية ان انا اعمل معالجة للايه مخلفات المصانع باتباع الطرق التكنولوجية نفس الحكاية زي ما عمل treatment of water waste حامل treatment of industrial waste اكي treatment of industrial waste by following the technological method طرق الحديثة number seven irrigation agricultural lands regularly رايي الاراضي الزراعية بانتظام irrigating agricultural lands regularly ليه to prevent occurring the soil dryness that increase soil salinity مشانا من اسباب التلوث قلت ايه قلت ايه قلت ايه قلت ايه وكي مشانا قلت ان وقت كبير بين the irrigations هو اللي بيعمل soil salinity لا هنا هعمل ايه حروي الارض الزراعية بانتظام irrigating agricultural lands regularly ليه عشان امنع حدوث جفاف التربة اللي بيعمل ايه ملوحة التربة عشان امنع حدوث جفاف التربة اللي بيعمل ملوحة التربة to prevent occurring the soil dryness that increases soil salinity اكي number 8 عندنا promoting the environmental awareness among people especially in agricultural areas يعني هنا عندي صورة ان هو بيحرق وبيلوس الجو وبيلوس التربة كي فهو ايه نشر الوعي البيئي او التوعية البيئية promoting the environmental awareness among people بين الناس نشر التوعية البيئية بين الناس خصوصا اللي في المناطق الزراعية promoting the environmental awareness among people especially in agricultural areas number 9 recycling the agricultural waste to useful materials اعمل ايه؟ طبعا بدل ما الراجل بيحرق هنا زي لما بيحرق أش الرز لما الفلاحين بيحرقوا أش الرز بيعملوا بيليوشن عالي جدا جدا بتاعوا بتفضل استحابة السوداء فترة طويلة جدا لغاية لما بنتخلص منها فبدل ما اعمل كده اعمل ايه؟ recycling the agricultural waste to useful material اعادة تدوير المخلفات الزراعية لمواد مفيدة تدوير المخلفات الزراعية لمواد مفيدة recycling the agricultural waste to useful material وآخر حاجة عندي في page 130 give reasons بيقول لي it's preferable to depend on the natural animals of insects instead of pesticides ليه من المفضل ان انا نعتمد على الاعداء الطبيعين بدل chemical pesticides okay it's preferable to depend on the natural animals of insects الاعداء الطبيعين للحشرات عشان هي بتتغز على الحشرات وبتحمي ايه التربة من التلوث to feed on the agricultural pests حشرات الزراعية agricultural pests and protect soil from pollution okay طيب give reason الثاني irrigation of agricultural lands regularly رايي الاراضي الزراعية بانتظام ليه ما احنا قلنا ليه عشان نمنع جفاف التربة اللي بيزود ملوحة التربة okay to prevent their dryness that increase soil salinity okay ثاني irrigation of agricultural lands regularly ليه to prevent their dryness that increases soil salinity عشان نمنع جفاف التربة اللي بيعمل ايه زيادة ملوحة التربة okay كل سنة وانتو طيبين بعد كل حلقة اعملوا لنا like وعملوا ايه subscribe okay وشكرا